تحياتي الأسبوع الماضي كانت كلمة مصيات التسلل الأكثر تداول من سنين طويلة الجميع بتكلم فيها بعد ما برشلونة سحق ريال مدريد وبايرن يونيخ باستخدامها وبعد ما ظهر فريقين كبار عندهم جودة عالية عاجزين عن التعامل معها بنتكلم عن ثمانية تسلل على إمبابي حالة من العجز حالة من الشيء اللي بيستفز جمهور بايرن جمهور ريال مدريد إنه مال مش عارفين نكسر مصيات التسلل وفي هذه الحلقة راح أتكلم بشكل عام إنه كيف بنكسر التسلل أساسا لأنه فعليا في كرة القدم ما في خطة غير قابلة للكسر شو ما كانت كل اسلوب له اسلوب مضاد وهذا جمال اللعبة اللي بيخلي إنه ما في اسلوب مسيطر للأبد أو ما بيخلي فريق بيلعب باسلوب واحد طول حياته فكيف تنكسر مصيات التسلل ووين أخطأ أنشلوتي ووين أخطأ كومباني أمام هانزفلك مع التأكيد أني ربما ألوم كومباني أقل من أنشلوتي لأنه أنشلوتي الشاف اللي صار بين بايرن وبرشلونا فكان عنده فرصة ووقت يحضر شي جديد خلينا نبدأ ونقول مصيات التسلل في الحقيقة هي مش اسلوب دفاعي هي اسلوب هجومي تماما وهي اللي بتسمح للفرق المستحوذة تطلع خط دفاعها للأمام ويساند خط وسطها وهجومها ولولاها كانت حتكون الفرق منقسمة إلى خطوط خط الدفاع وورا كثير وخط الوسط والهجوم بالأمام لكن مثلها مثل أي اسلوب دائما إلو اسلوب مضاد زي ما حكيت وأسهل اسلوب مضاد أمام التسلل هو رمية التماس وركلة المرمعة وبتذكر أنه ربما واحد من أخطر المواقف في ريال مدريد أمام برشلونة المفاس كيز ركض بسرعة ولعب رمية التماس بشكل سريع لكن ضغط دفاع برشلونة بساعده دائما يخلي مصيد التسلل قوية جدا إذن رمية التماس واضحة ما فيش تسلل في رمية التماس ما فيش تسلل في ركلة المرمى والفرق اللي بتلعب مصيد التسلل لما تكون ضربة المرمى عند خصمها ما بترجع كلها للخلف لأنه الأساس من الفكرة أنها تجرب على خطوطها وتبغط للأمام لكنها بتراهن أنه لما تلتعب ضربة المرمى يقدروا يقطعوها أو يخلوها كرة طائشة بين اتنين فيفوزوا فيها ولكن ضربة المرمى من الأساليب اللي بيستعملها كثير فرق ومنهم مانشستر سيتي مع إيدرسون دائما بيلعبوا أنه لما فريق يحاول يقدم الخط كثير يلعبوا ضربة مرمى وواحد يلعب كرة عالية يفوز فيها يكون الثاني يدخل ويستفيد منها هذا اسلوب بسيط مش مضمون النجاح كثير فيه نسبة احتمالات ونسبة حم الأساليب الثانية هي أساليب كروية أكثر أساليب منطقية أكثر أساليب بدها شغل أكثر ريال مدريد على سبيل المثال لما دخل مع برشلونة كان عنده نقطة قوة مش عند بايراميونة وهي سرعة المهاجمين إمبابي وجونيور أسرع من مدافعين برشلونة في حين هاريكين وجنابري مش أسرع اللي كان لازم يصير إنه إمبابي وجونيور يتدربوا شوي على فكرة توقيت الركض مع التمريرة ولازم ما يبلشوا يركضوا إلا بعد التمريرة ما تطلع لأنهم أسرع ولأنهم أسرع بقدروا يفوزوا بالصباق ويفوزوا بالكرة ممكن يغلطوا مرتين ثلاثة لكن فيه واحدة منهم حتزبط معهم الانطلاقة ويفوزوا فيها وهي من الأشياء اللي ما عملها ريال مدريد أبدا ودائما كنا نشوف إمبابي يبلش يركض وجونيور يبلش يركض قبل التمريرة ما تطلع وفيه اسلوب ثاني أيضا من الأسليب المشهورة اللي بيستخدمها جوارديولا من أيام برشلونة لليوم وهو اسلوب التحرك الوهمي كيف يعني تحرك وهمي؟ مش مهاجم وهمي تحرك وهمي يعني إنت الخطة تاعتك وإنت طالع بدك تمرر لإمبابي بروح جونيور راكض كأنه هو اللي بدي يطلقى التمريرة وبوقع بالتسلل دفاع برشلونة ليوهلة بيفكر حاله نجحة مصيته لكن بتكون التمريرة لجهة ثانية للاعب ثاني وهون جزء من الحركة الوهمية اللي خط الدفاع صعب يركز مع اثنين وينسق تواجده ع اثنين بنفس الوقت لأنهم الاثنين مش وقفين ع نفس الخط هذا جزء وجزء الثاني اللاعب نفسه يتحرك وهمي يعني إن بابي يعمل حاله رايا على اليمين يمشي شوي وفجأة يركض للأمام مع التمريرة هذي اشياء بسيطة لا عملها لا بايرم يونه ولا ريال مدريد وايضا من ضمن الحركة الغير متوقعة والحركة الوهمية هو انه اللي يهجم على الكرة وياخدها مش اقرب لاعب للقون يعني انت عندك امبابي على سبيل المثال او عندك هاريكين المفروض اذا انت شفت انه مصيطة التسلل متقنة وخط دفاع خصمك مركزين زي برشلونة وضغطهم ممتاز اللي يفاجأك لاعب من الوسط زي ما عمل بلينكام مرة واحدة وهون لو انت عندك لاعب في بايرم دخل واندفع والكل مراقب هاريكين وانفكروا بالتسلل وجاء لاعب بمكان ثاني شايف اكثر واكيد مش متسلل كان الدفاع حيتفكك شوي ما بتكلم انه 100% رح تنجح لكن بتكلم انها كانت حتصير المهمة اصعب عدفاع برشلونة اذا انطلاقات لاعبي الوسط مع انه استخدام خط الهجوم كمجرد ظل هي اشياء سهلة بتقدر تستعملها تكسر فيها منصية التسلل واذا انتو بتسمعوا مني جاعدين بتنتبهوا انه الموضوع موضوع منطق انا كيف ممكن افاجئ خط دفاع متسق منسق كويس مع بعضه كيف بقدر افاجئه بشي مش حاسبه لانه حسبة خط الدفاع تتعلق باخر مهاجم عند الخصم ايضا في شي بسيط انك تخلي خط الدفاع بمجبر يبطل على نفس الخط وهو الاطراف كيف يعني الاطراف اتخيلوا معاي لو انه جونيور كان عم بلعب لورا اكتر مش وجدها وكان وسط ويستلم الكرة ويتقدم كان مضطر كوندي يركض معها بسرعته بهذه اللحظة لما كوندي يركض معها بسرعته خط دفاع برشلونة بطل على نفس المستوى لانه هدول مش حينطلقوا كلهم لورا مع بعض بهذه اللحظة لو جونيور حول الكرة للعمق وراحت الكرة لانبابي كان حيكون كوندي كاسر التسلل بشكل او باخر ونفس الوقت لو انت تركز على الاطراف مع الفرق اللي بتلعب من الصياد التسلل تلقائيا منطقيا هتبطل خطوطهم في خصوصا خط دفاعهم بيلعب على نفس المستوى وعلى نفس الدقة لانه اللاعبين الأظهرة تحديدا هتكون همهم يستخلصوا الكرة اول مش ينسقوا الخطوة اللي جاي لانه لو مرج منهم الجناح بصير اقرب للمرمى وايضا هاد من الاساليب اللي بتشوف مانشستر سيتي بيستعملها لما فرق تحاول تلعب مع مصر التسلل بيقلب المباراة على الاطراف وبتقلب امطلاقات كثير من سابينيو ودوكو لعندما يجبر هذا الفريق يرجع للخلف بشكل كامل بشكل يمنعه من قتل خط الوسط لانه فكرة مصر التسلل لما تطلع لقدام مع خط وسط الخصم بتصير المساحة اللي بيقدر يلعب فيها الفريق المهاجم أجند وهذه فكرة برشلونا كانت في المبارتين مع بايرن وريال مادريد عشان هيك انا بقول برشلونا قدم مبارتين مثاليات لانه قدر يظل مركز اولا ثانيا واجه فريقين اسلوبهم مختلف من حيث كرة القدم شي سرعة ومهارة وشي بحب يستحون ويلعب على الاطراف والاهم من ذلك انه طوال المباراة كان خط وسطه مع دفاعه عم بقدروا يضغطوا بشكل ممتاز ربما باستثناء ربع ساعة مع بايرن يونيك وهذا كان يمنع استخدام الكرات الطويلة لانهم دائما كانوا قادرين يمنعوا الخصم يلعب كرات طويلة جيدة إلى الامام او كانوا قادرين بسهولة يعرفوا متى لازم يضغطوا او ما يضغطوا ربما الاختبار الاصعب اللي لهذا التشكيل وهذا الاسلوب اللي بلعب فيه الان هنزف لك هيكون اكثر مع فريق استحواذي جدا فريق يفوز بالاستحواذ لانه هذا الفريق اللي بلعب بالاستحواذ حرجعك للخلف اكثر من مرة هيجبرك انك تستنى بالخلف فكرة مصير التسلل بتصير مش منطقية ايضا هو فريق بيقدر يصبر على الكرة قبل ما يطلع بالتمريره مشكلة ريال ماندريد وبايرن كانت عدم الصبر لكن الفرق المستحوذة طبعتها استحواذية جدا مع انه بايرن استحواذي بس مع برشلونة استعجل كثير وشوف لهم حتى كانوا يستعجلوا بالتزديد مش بس انهم يمسكوا كرة فالفريق الاستحواذي اللي متربي على الاستحواذ مثلا زي مان سيتي فريق ما هيستعجل التمريره فمثلا لما تشوفها مع برنالدو ما رح يفكر يكسر التسلل لهلند من اول طلع لا عادي حياخذ خطوتين ويتأكد انه هلند مش متسلل بعدين يلعبها فربما ذلك التحدي الاصعب حتكون لهيك افكار لكنها حتى الان هي فكرة سليمة من هازفلك ناجحة منسق كثير بين اللاعبين واضح لهم متدربين كثير لانه التنسيق اللي بصير بين الخط الرباعي بصراحة كان شيء مذهل لكن المنطقي الان اللي تتوقعوا الان انه لقدام شوي كل اسبوع اي خصم لحيق العبدود برشلونة رح يحاول يدور على عيبه هون في عيب بمصير التسلل هون في عيب بمصير التسلل وحيحاولوا يقللوا كثير من نسبة نجاحها والمتوقع تيجي مباريات تفشل فيها مرة ومرتين هذا الطبيعي في كرة القدم لانه ما في اسلوب يضمن الفوز ويضمن النتيجة بنوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك وسناف شات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته